حول ما يتردد من بعض أعضاء مجلس الأمة بتعويض عجز الموازنة لهذه السنة عبر رد الأرباح المحتجزة لدى الهيئات الحكومية ومنها مؤسسة البترول الكويتية بالبداية أحب أبين ما هي الأرباح المحتجزة الأرباح المحتجزة هي الأرباح التي حققتها الشركة من عملياتها ولم تقوم بتوزيعها بناء على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية اللي هم المساهمين وذلك بهدف استثمارها في مشاريع وأعمال جديدة وتوسعية ولعل أهم سبب من التي تجعل الشركات تقوم بذلك هو حتى لا تضطر لتمويل خارجي مكلف يرهق الشركة وتظل هذه الأرباح بميزانية الشركة دفتريا دون تقيير حتى لو قامت الشركة باستخدام بالغ في تأويل مشاريعها أي أنها بالسنوات التالية تعتبر أرباح مرحلة ويمكن بأي وقت توزيعها على المساهمين في حال توفر نقد كافي بما معناه أن الفلوس موجودة ومحتفظ فيها ممكن ردها وفق تسويات معينة بعد هذا الشرح نأتي لأرباح مؤسسة البترول الكويتية المحتجزة والتي تم إقرارها طبعا من مجلس الأعلى للبترول الذي يمثل الجمعية العامة العادية للمؤسسة وبالتالي هناك موافقة بناء على عرض بسدارة المؤسسة بالحاجة لعدم توزيع الأرباح واحتفاظ فيها للاستفادة منها بتمويل مشاريع استثمارية مهمة تفيد كويت عموما بالإضافة إلى أهميتها فيما يتعلق بزيادة فرص العمل الكويتيين واستثمارات مجزية في هذا القطاع الحساس وبالتالي هذه الموافقة بناء على المجلس الأعلى للبترول وافقت استمرت المؤسسة بالاحتفاظ بهذه الأرباح أخيرا لا يمكن اليوم بس أسلوب الذي يطرحه بعض الأخوة نقواب المجلس الطلب من الجهات الحكومية والمؤسسة على وجه الخصوص رد هذه الأرباح المحتجزة لتمويل عجز الموازنة لأن بكل بساطة هذه المبالغ الآن مستغلة سواء بمشاريع تحت الإنشاء أو ببعض التمويلات الخاصة أو التزامات تجاه مقاولين وخلافه فالمبلغ غير موجود أو متوفر للرد المباشر خلال هذه السنة وناهيك بأن هناك أصلاً تسوية تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمة برد المبالغ والأرباح المحتجزة على أقصاد والمؤسسة ملتزمة فيها دون تأخير وبالتالي وإن كان فعلاً هناك أرباح محتفظ فيها لدى الجهات لكن لا يمكن أن نعتمد عليها بسد العجز الميزانية الحالي قد تكون تقطي جزء لكن لا يمكن سحبها من هذه الجهات بهذه الصورة وشكراً